بسم الله الرحمن الرحيم الطلاب الأعزاء في مقرر machine elements design 1 نستكمل معنا شابتر 13 builds ونتكلم عن كيفية حساب build length او طول السير كتطبيق عندي طبعا مفروض ان انا بعمل design وفي بكرتين بنقل ما بينهم power فمحتاج ان انا اعرف طول السير هنا البرامتر اللي عندي R1 وR2 بيمثل نصف قطر بكرة واحد ونصف قطر بكرة اثنين X بتمثل المسافة او center distance distance between centers بتاع البوليز بقول عليها center distance و L طبعا اللي هو بيمثل لي الطول بتاع السير اللي انا محتاج احسبه طيب طول السير هنا بيجي بمعلومية R1 و R2 و X من العلاقة التالية معلومية انصف الاقطار يبقى buy في R1 زايد R2 زايد 2 X زايد R1 نقص R2 على X هنخلي بالنا من الاشارة ده هي ال negative D لان طبعا احنا هنا بنستخدم الكلام ده هوت ال open build ال open build اما بالنسبة لل crossed build وكيفية حساب الطول بتاعه طول السير هنلاحظ ان هي نفس العلاقة لكن هنا بدل negative sign بقى positive sign ده طبعا خاص مين بال crossed build طيب ال power اللي بتتنقل وعلاقتها بالشد في السير يعني لو عملت قطع بالشكل ده كده هيظهر عندي هنا شد T1 في السير وشد تاني برمزه بالرمز T2 يبقى T1 و T2 من tensions in the tight side الشد في الجانب المجدود and slack side of the belt in Newton بالنيوتن طبعا يبقى ال unit عندي بالنيوتن طيب الشد طبيعي في التيت سيد الي هو T1 دايما بيبقى اكبر من الشد في لسلاك سيد الي هو T2 يبقى المعلومة دي لازم تكون عندنا ولازم نكون عارفينها اني T1 اكبر من T2 والفرق ما بين الاثنين هو ده اللي بينتج لي الفورس اللي بتحرك البكرة يبقى الفرق ما بين تي تنين و تي واحد هو ده اللي بي ايه اللي بيحرك البكرة طيب لو افترضنا دلوقتي ان تي واحد نقص تي تنين ضربناها في الفي اللي هي السرعة الخطية ده يديني الباور بالواط اللي احنا بننقلها ما بين البكرة والتاني علاقة تانية ما بين الشرد تي واحد و تي تنين هي العلاقة دي اتنين و تلاتة من عشرة اللي غريت من تي واحد على تي تنين يساوي ميو في ثيتا طيب ميو هنا اللي هو معامل الاحتكاك معامل الاحتكاك ما بين السير والبكرة و ثيتا هنا اللي هي بتمثل ايه الانجل اوف كونتاكت ان راديانس او زاوية التلامس ما بين السير والبكرة بس بالايه بالريديانس او بالتقدير الدائري اللي هي مثلا زاوية التلامس هنا ما بين السير والبكرة ثيتا هنا بتختلف ما بين البكرة الصغيرة والبكرة الكبيرة فلو افترضنا مثلا هنا عندنا ثيتا بتساوي مية وتمانين لو احنا هنقول مثلا البكرة الصغيرة مية وتمانين ناقص الفة هنا و الفة هنا يبقى مية وتمانين اللي هو نص نص التلتمية وستين نقص منها اتنين الفة واحدة فوق واحدة بالاسفل يطلع عندي ثيتا اللي هو فور اوبن بيلت درايف لكن ما تنساش ان تدرب في باي على مية وتمانين عشان تحولها لريديان اما بالنسبة للكروزد بيلت هنا طبعا هيبقى مية وتمانين بلاس الفة اتنين الفة وبرضو بنضربها باي على مية وتمانين عشان نحولها لريديان بالنسبة للزاوية الفة هنا بتحسب ازاي ساين الفة بتساوي ار واحد نقص ار اتنين على اكس ده بالنسبة لأوبن بيلت و ار واحد زائد ار اتنين على اكس بالنسبة للكروزد بيلت لشان اقدر اعرف طبعا احسب قيمة الاي الزاوية الفة ومن ثم اقدر احسب قيمة الزاوية ثيتا بنكتفي بهذا القدر ونستكمل في الدرس القادم ان شاء الله